وفي سياق متصل يقوم خبراء نزع الألغام بالعمل على إزالة الذخائر التي لم تنفجر في منطقة لوهانسك والتي تنتشر في مساحات واسعة من إقليم الدنباس الذي يحتل المسلحون الروس أزاء منه من بين هذه الذخائر قنابل يدوية وألغام من عيار 120 مليمترا وفقا للأمم المتحدة فقد أبطل مفعول أكثر من ربع مليون لغم في شرق أوكرانيا منذ بداية العمليات العسكرية فيها إيرينا هيراشينكو ممثلة أوكرانيا في فريق الاتصال الثلاثي المكلف بملف التسوية ذكرت في وقت سابق أنه نتيجة للانفجارات التي سببتها الألغام أصيب ما لا يقل عن 68 طفلا اشتركوا في القناة